عملنا مقابلات مع المحامين المتهمين والدفاع ورأينا بصراحة أن يحترموا كل شروط لمحاكمة عادلة على حساب القانون الدولي لأنه نحن أردنا أن نعرف هذا 100% وشفنا كل ما شاء الله ما يرام بالعكس استغربنا لأنه رأينا المتهمين أن جلسوا هريين عندنا في إيطاليا المتهمين يجلسون في مكان خاص وراء السجن لا يجلسون أمام الناس كهون ولذلك رأينا أن المتهمين عملوا تسريات تحدثوا بهرية ولذلك استغربنا لأنه نحن قرأنا بدل جرائد الدولية العربية أن قالوا أن كان ممنوع للناس أن يقتربوا من المحاكمة كان صعب جدا الأصول إلى هذا المكان بالعكس شفنا سهل جدا لي ولي أي شخص أن يقترب من هذا أن يدخل أن يشاهد أن يشارك شفنا أن ترجموا بكل اللغات الإسبانية الإنجليزية كل ما يحدث في الجلسة ولذلك نحن نثيق بالعدالة المغربية وننتظر القرار النهائي وعلى كل حال متأكدين أن القرار ستكون عادل جدا 100% إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر